يحظى قطاع التعدين السعودي باهتمام متزايد من الحكومة حيث يعتبر الثالثة أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة لنتعرف أكثر على ما يسمى الظلع الثالث في اقتصاد المملكة العربية السعودية بعد قطاعي النفط والبتركمويات تأتي الثروة المعدنية كأساس من أساسيات الاقتصاد السعودي إذن مشاهدين ماذا عن هذا القطاع بالتحديد ولنتعرف عن قرب أكبر لماذا أهميته من أين تأتي هذه الأهمية بالنسبة لأهمية الثروة المعدنية الاقتصاد السعودي وهذا القطاع بالتحديد هو يعتبر أكبر ثروة معدنية أو في المملكة العربية السعودية أكبر ثروة معدنية موجودة في الشرق الأوسط تتواجد في المملكة العربية السعودية قطاع التعديل السعودي يساهم بنحو 80 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية وهذا رقم ليس بالقليل لاحظوا كم يوفر من الوظائف 265 ألف وظيفة تقريبا حتى الآن هناك تطلعات أنه في العام 2030 سيبلغ قيمة قطاع التعديل أكثر من 260 مليار دولار ويوفر حوالي 100 ألف وظيفة جديدة بالتحديد للمواطنين السعوديين هناك جهود من قبل الحكومة لدعم هذا القطاع من عدة جوانب أولها تسهيل وتسريع كل الإجراءات المطلوبة بهدف الحصول على رخص تعدينية طبعا فيما يتعلق بسواء من خلال شركات أو من خلال عمليات تنقيب إلى مهن لك الإجراءات التي تطلبها هذه العمليات تحاول الحكومة تسهيل تقديمها وكذلك تسريع الإجراءات المطلوبة لذلك فضلا عن هذا في المملكة هناك توفر واضح للبنية التحتية والخدمات التي تحتاجها هذه الصناعة نتحدث عن طرق نتحدث عن الكهرباء وغير ذلك تم تأسيس مدينة صناعية أو عدة مدنة صناعية في المملكة العربية السعودية لهذا الغرض ومن مقدمتها رأس الخير هذا القطاع يستقطب العديد من رؤوس الأموال الأجنبية بشكل واضح للاستثمار فيه وخاصة إذا ما تحدثنا عن مجلي الفوسفات والألمنيوم بالتحديد مشاهدينا طيب هناك شركة مهمة في القطاع السعودي قطاع التعديني تعرف باسم معاذن هذه الشركة تم تأسيسها بأمر ملكي في العام 1997 ودخلت طبعا إلى السوق السعودي أو تم هناك طرح أسهمها للإكتاب العام في العام 2008 هذه الشركة تلعب دور مهم في قطاع التعدين في المملكة لديها حوالي 25 ألف موظف واستثماراتها في مشاريع تعدينية عديدة تتجاوز المائة مليار ريال السعودي تقريبا إذن لنتعرف أكثر عن الوضع المالي لهذه الشركة هي تستهدف تحقيق عائد سنوي بنسبة 15% على رأس المال المستثمر حتى العام 2022 قيمتها السوقية حاليا أكثر من 40 مليار ريال السعودي هي القيمة السوقية لشركة معاذن أو شركة التعدين العربية السعودية أين هي مشاريعها أو أنشطتها الرئيسية أين تتركز في الذهب ومعادن الأساس كذلك في مشروعات الفوسفات هناك أمر مهم في هذا الموضوع يركزون على مشروعات الفوسفات وكذلك المعادن الصناعية هذه هي أهم استثمارات شركة معادن السعودية موسيقى